المشكلة فين طيبة كريم عشان بس تخلص الكلام ما تفضلش تطول المشكلة اللي حداك عارفها وانا عارفها ان الاهلي ما عندوش مهاجم بكواليتي كبير كواليتي كبير ينفع يلعب في المستويات دي ينفع يلعب المهاجمين اللي في الاهلي ينفع يلعب في الدوري لمصر ويكسبه دوري مصر حتى لو من غير مهاجم أجنبي ينفع يلعب في دوري أبطال أفريقيا وممكن يكسب دوري أبطال أفريقيا حتى لو من غير مهاجم أجنبي ينفع ينفع يعني ينفع تعدي ينفع تلعب مع اتحاد جده وتكسبه ينفع تعدي بس لما زي قدام فريق من البرازيل من امريكا الجنوبية تلعب مع فريق من اوروبا هتواجه المشكلة ليه هتواجه المشكلة ان انت عندك انصاف فرص عندك لعيبة لازم يكون عندها ثقة في نفسها تحديدا في مركز المهاجم انه ينهي فرصة قدام فريق برازيلي قدام فريق برازيلي ما عندكش ده بقى طيب الازمة فين هل هي الازمة بس انه الاهلي لم يوفق في انتوني مودست ولما بقول لم يوفق انا هواف عندها شوية ليه انا ما بغيرش كلامه انا من الناس ما بتغيرش كلامه واتمنى ان جمهور النادي الاهلي كمان ما يغيرش كلامه اللي هو ايه اللي هو انتوني مودست مهاجم عظيم الاهلي جاء مهاجم عظيم جاء مهاجم فرنسي جاء مهاجم أوروبي جاء مهاجم بيلعب في بروسيا دورتموند جاء مهاجم بيلعب في فريق كان بينافس لآخر اللحظة في الدول الألماني جاء مهاجم كان لآخر اللحظة بيشارك حتى لو بيشارك بدأي قليلة في الدولة اللي كان بينافس عليه بروسيا دورتموند صح؟ أنا قلت كده وأتصاوي ان الاهلي جاء بالمهاجم ده عشان كده هتقول لي بس معها كريم كان بيخلص كان بيخلص معاك بس بيخلص فين بيخلص في أوروبا ما يقدرش يلعب في الليفل ده في أوروبا يتاني بس ينفع ينزل ينزل ليه ينزل إزاي ينزل في الدولة المصري في دولة أفراقيا في بطولات كده في البسيط زي كاس عام الأندية تلعب مطشين وخلاص بس ما يقدرش ينافس في أوروبا هتقول لي طيب وحنجي المهاجم ليه بيخلص هقولك ما همرسله كان بيخلص أفكرك بس قبل ما يروح مرسله لفلومنينزي البرازيلي سنتين مع ريال مدريد قاعد على الدكة ويشارك يعني كم ديئة في أي مباركة ده سهل كان مخلص لدرجة اللي احنا قلنا إيه مرسله هيعتزل خلاص في ريال مدريد خلص مرسله بالمناسبة هدي أرقامه يعني تسعتاشر مباركة معظمهم كان الاحتياط يعني بينزل كبديل تسعتاشر مباركة في موسم 2020-2021 ما سجلش ولا هدف ده آخر موسمين مع ريال مدريد وصنع أربع هدف فقط ومجمل دقيق لعبه ألف تلتمائة تسعة وتلاتين دقيقة هات الموسمين اللي بعده بص بقى أقل طبعا تمنتاشر مباراة ما سجلش ولا هدف صنع هدفين فقط وضقاق اللعب تمنمائة واحداشر موسمين خلص فيهم مرسله اللي كان بيطلع ناري النهار ده وبيعرف كل حتة في الملعب كان مخلص مع ريال مدريد من سنتين طيب ايه اللي خلى بص طيب مع فلومانينسي أرقامه أربعين مباراة لما جيب مع فلومانينسي كان تمنتاشر وسبعتاشر أخر موسمين مع ريال مدريد أربعين مباراة خمس أهداف صرع هدف ولعب 2439 دقيقة طيب اللي خلى مرسله مع فلومانينسي كويس وكتش بلعب أخر موسمين كويس مع ريال مدريد هو كسب معهم كمان كوبة لبرتدوريس بس يعني مش بس اللي مدريد النهاردة بقولك أنه مرسله كويس ده كسب كوبة لبرتدوريس بطولة أمريكا الجنوبية اللي خلىك كويس أنه نزل من مستوى صعب جدا اللي هو كلاس إيه اللي هو مستوى بتاع أوروبا تمام ونزل لمستوى أهل في البرازيل في الدورة البرازيلية في بطولة أمريكا الجنوبية فبدأ يدي سنة وممكن يدي سنة كمان الأهلي تصوري أنا مش مدافع على فكرة عدارة الأهلي عشان هاجه انتخذها دلوقتي أو إدارة التعقودات أو فكرة التعقودات في النادي الأهلي هاجي لها بس وقف عند مودست عشان الكلامنا ما يتغيرش فإدارة الأهلي فكرت بترى دي قلت لك آه هو في دورته كانتش جامد وما بشاركش آخر سنتين كتير قوي بس لما هيجي هنا الدوري المصري وسط المهاجمين الدوري المصري ومدافعة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا ومطشين في كاس العالم لما يلعب في نفس الليفل أو يعني الأجواب بتاعت أوروبا فهيديك وهيبع عنده ثقة في نفسه كل ده التصور كانت أفكار إدارة النادي الأهلي وبتاعة إدمع مودست صح أو العلط جي مودست هو عشان بس بطوليش اتشافوا كويس لا ما هو مش كويس خالس يعني هو أي ناشئ في الأهلي كان هيبقى أفضل منه بس مين كان متوقع ده واللي توقع ده توقع على فكرة من غير منطق يعني كما يقول لك إيه اللي أجاب لعيب عنده 35 سنة ماشي 35 سنة بيلعب في أوروبا دي حاجة كبيرة أوش مفليم ميلون النهاردة عاش عمره كله في الدول الإيطالي بيلعب لحد 40 سنة وبيلعب في رومينزي عشان بيلعب في مستوى أقل بس بيقدرش يلعب في السن دوت في أوروبا دلوقتي جي مودست ومقدمش أي شيء لنا دي الأهلي والأهلي كان جاي مودست بس تاني دورة أبطال الأفريقية الأهلي يعرف يكسابه باللعبة الموجودة دورة المصر يعرف يكسابه باللعبة الموجودة مش دي منافسات الأهلي أو مش دي اللي محتاج فيها لعيبة في مستوى كبير كان بتلعب في أوروبا مثلا تمام هل هي الحكاية كلها في مودست هل هي الحكاية كلها السنة دي أو السنة اللي فاتت الحقيقة إن الأهلي مركز معايف دي بقى عشان ده أنا هقول لك بالأسماء إن الأهلي من 2018 من 2018 يعني من 6 سنين من 6 سنين من بعد قرار اعتزال عماد متعب ما جابش أي مهاجم بما فيهم ركز معايا بما فيهم محمد شريف ووليد أزارو ينفع يلعب في اللي فيه مباراة النهاردة شوف بقولك مين محمد شريف اللي كان واحد من هدفين الأهلي ووليد أزارو دول يا جماعة ينفعوا يبقوا هدفين في دورة أبطال أفريقيا ينفعوا يبقوا هدفين في الدورة الماصلة متين تلعب مع فريق زي فريق من البرازيل النهاردة أو فريق زي ريما دي دي السنة اللي فاتت مش هيعمله حاجة مش هيعمله حاجة والله طيب الأهلي بعد أعماد متعب خدر الرقم الصادم ده عشانت ممكن ما تكونش فاكره أو يعني جاي على ذاكرتك الأهلي بعد أعماد متعب جاب ستاشر مهاجم فيه ستاشر مهاجم جابهم أو طلعهم من ناشئين يعني ستاشر مهاجم لعبوا في الأهل بعد أعماد متعب خلال ست أعوام ولا واحد فيهم يصلح لهذه المستويات مش بقول نوع لعيب سيء ينفع يلعب في الدورة يبقى رائع ينفع يلعب في الدورة المطلع فيك يبقى رائع بس يجي يلعب في كاس عام لأن ده مش هتلاقيه بعد أعماد متعب مين بقى قل بالك طبعا اللي اسماني اللي أوليك دي في منهم اللي لعب مع أعماد متعب في الآخر بس إتا لما بقول لك أخي المهاجم تتذكره في النادي الأهلي عمل شغل العظيم هتقول لي مين أعماد متعب بس بقى مين اللعبوا مع متعب ومين اللعبوا جنبوا بعد أعماد متعب 16 واحد عد معايا عمر جمال سليماني كلبالي وليد أزارو جون أنتوي مليك إيفونا محمد شريف أحمد ياسر ريان كهربا مروان محسن صلاح محسن طيب الزكرة أنتوني مودست وولتر بواليا أليو باجي حسام حسن شدي حسين صلاح سعيده شكرا